يا مسائل فل على حضراتكم انا عمر اسماعيل وانتو بتفرجوا على حلقة جديدة من برنامجكم من قناقة النهاردة هنعمل مع بعض بصل اللوتس المحمر وابعد كده هنعمل مع بعض مشروب الافوكادو بالاشتا البصل اللوتس المحمر ده اختراع كده فتعيه الاول اقول لكم المقادير وبعد كان نشوف هنعمل في ايه عندي الاول هنا بصل كامل ويبقى كبير كده ومستوي مش اللي هو فيه بصلتين في بصلة والحاجات دي عشان هنحتاجه عشان نعمل الشكل ده اللي هو شكل اللوتس ده فبتحتاج تبقى بس ايه كبيرة كده ويمسكة نفسها وبعد كده عندي دقيق عندي بصل باودر ومبابريكا هنخلطهم مع الدقيق عندي لبن وبيض وهنا هعمل دب كده ظريف قوي هنعمل مايونيز عندي ساور كريم عندي سوس ورشستر عندي هنا فابريكا وعندي هنا كاتشاب تمام وفي الاخر خالص عندي ساور كريم وبقدونس ده بس هنزين كده بهم البصل طيب تعالوا الاول نشوف كده البصل احنا هنعملها ازاي نعايز بس اهو فأنا حسيب فيها الحتة اللي فوق اهي سليمة كده زي ما هي وحاجي بس تحت هاخدها كده عشان اعرف اوقفها تمام طيب حاجي بالسكينة وانا مش عايز اجيب من هنا قوي لكن من تحتها كده بحتة اهو والحد تحت هنزل هكمل بقى هعمل كده اهو بطول البصلة كلها بعرض البصلة اهو هفلت كده الطبقات عن بعض انها كده اهي مش مزبوطة من حتة سويها لحد ما بتفتح معايا بشكل الوردة كده تمام؟ طيب بعد ما تقطعها كده شوية مية في بولا وخلي فيها البصل يعني دي انا كنت احطيتها في المية هتلاقوها فتحة اسهلة هي وفرقة الطبقات كلها عن بعض بسهولة تاني حاجة هنجيب الدقيق التوم الباودر والبابريكا هتديله كده تقليبة وكمان اهو رشة كده ملح ورشة فلفل وكده بقى حضرت الدقيق البيض البيض واللبن في بولا وبالشوكة كده هقلبهم كويس مع بعض اخر حاجة خالص الدب بتاعنا سور كريم ماينيز ماينيز الكاتشاب الورشاستر وبابريكا وحد كل ده تقليبة كده اهو وكده نبقى خلصنا كمان الدب بتدي هجهز البصل هجيبه في بولا وحدله اهو عليه اللبن والبيض وبس ايه بالمعلقة كده تقليبا تاكن انه دخل كل حتة اهو هقلبهم كده على دهرهم هطلع بولا هنزل دي اهو هنقل البصل بتاعي هنقل البصل بتاعي بتدي بقى نجيب الدقيق وبايدي كده بقى بتدي فتح الورد اهو على قد ما اقدر ودخل الدقيق فيها نحاول قد ما اقدر اهو بفتحه ما تقلقش لنودي ايه ده كله اللي انت بش محتاجه هتلاقيه بينزل فما تقلقش منه خالص اهو نحط كتير هاخد المقصوصة وهنزل اهو في الزيت وحاسيبه اش هياخد وقت كتير خالص لحد بس ما يبتدي اخد اللون بتاعه طيب احنا كده حضرنا المراحل كلها هيبقى فاضل ان احنا بس يطلعوا اللي احنا بنحمرهم واحطوهم مع اللي انا وردي مجهزهم ونعمل بلايتنج مع بعض خلوه اطلع فاصل بسرعة ونرجع نعمل مع بعض مشروب الابوكادو بالقشطة ابتعوش في حد ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل خلصنا الباصل اللوتس المحمر بتاعنا عايزكم تشوفوا شكله عامل ازاي خلصناه عملنا الديب على جنب ويعني بعد كده بتلاقيه مقسوم احنا مجرد هيب الواحدة كده بنديها بنشدها وحطها في الديب والفة هنا اخر حاجة كده جابين شوية ساور كريم هندي هي منها واحدة كده هنا واحدة هنا واحدة هنا ووسي ايه دهر المعلقة كده اديها شكل زريف شوية اهو اهو هنحط كده ايه ورقة بقى دونس بس فوق كل قطعه اهو ونبقى كده خلصنا البصل اللوتس المحمر اختراع خطير خطير وبتعمل بيعني مفيش اي حاجة خالص ساور كريم حتى ممكن ما نعملوش الديب اللي انا عامله ده هل اكتدر تعمل اي نوع ديب يجي في خيالك فهو الاصل اللي احنا محتاجينه بقصومات بيد لبن وبصلة كبيرة فالموضوع مفيش اسهل من كده طيب المشروب بتاعنا الافوكادو بالقشطة اقولوك بسرعة ايه المكونات اللي عندي عندي لبن افوكادو فراش انا مقطعه مكعبات سورة عشان ننجز في الضرب بتاعه عندي شوية فراولة هنا مجمدة وعندي قشطة وعندي شوية سيرك فراولة هنا عشان حنزين بيه على طول كده في الخلاط وانا هعتمد في الفراولة ان هي هتسكرلي احط اللبن احط اللبن احط اللبن وانا هتيلو فرصة كده يتضرب تمام كده احنا خلصنا خلاص الكوكتال بتاعنا بنحاول كده دايما نتعلم مع بعض شوية حركات جديدة فرشة هنديها كده دهنا الناحية دي وقدامها على طول الناحية التالية دهنا الناحية دي وقدامها اهو على طول الناحية التالية اوكي نجيب الكوكتال بتاعنا هنصب اخر حاجة خالص زي ما احنا متعودين شلموهتنا الظريفة ونبقى بكده خلصنا حلقتنا النهاردة ارغل ان الوصفات تكون كانت لذيذة جديدة ومختلفة وعجبت حضراتكم خشوا على سوشال ميديا قولوا لي ايه رأيكم في الوصفات اللي بنعملها ولسه عايزين تشوفوا معنا ايه تاني شوفكم الحلقة الجاية السلام عليكم اشتركوا في القناة